تمام الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة هذا مجزء لأهم الأنباء يأتيكم كالمؤتاد من اكسترانيوز بدايته مع هذا الخبر العجل مرتبط بالتطورات الأمنية الداخلية استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار وجهود الوزارة في ملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية في البلاد فقد اطلع قطاع الأمن الوطني بمشاركة أجهزة الوزارة المعنية بالعديد من العمليات التمشيطية بأماكن تردد وتمركز العناصر الإرهابية لأسيام الواقعة بالمناطق النائية بالوجه القبلي والتي تسعى باتخاذها كملات للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاتها العدوانية العدائية فقد كشفت تلك العمليات عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة لطريق أسيود سهاج الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة جهينة واتخاذهم من خور جبلي مأوى لهم بعيدا عن الرصد الأمني قبل تنفيذ عملياتهم العدائية تم مداهمة الخور المشار إليه فجرى هذا اليوم حال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة قمت العناصر الإرهابية المستهدفة بإطلاق النيران تجاه القوات ما دفع القوات للتعامل مع مصدر النيران ونتج عنه مصرع ستة من هذه العناصر الإرهابية عثر بحوزتهم على أربع بنادق آلية وبندقيتين خرطوش وكمية من الطلقات فضلا عن عبوة ناسفة وسائل الإعاشة وبعض الأوراق التنظيمية وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية على أن تتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع العناصر المقبوض عليها